لما تعرف ان اوبو منزلة موبايل في فئة الاربعة تهلاف جنيه او اقل شوية بشاشة اموليد بشاشة سريعة تلقاتين وقت باطار معدني فدي حاجة مش معتادة ولازم تصير اهتمامك انك تشوف هل فعلا الاوبو اي تلاتة وسبعين موبايل يستحق الشراء ولا المميزات دي بتغطي على عيوب تانية ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة ورجعتنا للاوبو اي تلاتة وسبعين الفيديو ده برعاية الموقع اللي بيوفر لك كاش باك لما تشتري من المواقع المفضلة اللي انت بتحب بتشتري منها اونلاين مواقع زي سوق وجمية وابوكينج وامازون الامارات والسعودية وعلي اكس بريس ومواقع تانية كتير اول ما تشتري منها من خلال لاكي ايجبت هيرجع لك كاش باك المميز المرة دي انه الكاش باك متضاعف يعني الكاش باك اللي كان 8% بقى 16% واللي كان 10% بقى 20% اللي كان عشرين بقى 40 تقدر تخش على مواقع لاكي ايجبت وتسجل دلوقتي ولما تسجل هيجي لك خمسين جنيه دقيقة هتتصفح المواقع اللي انت ممكن تشتري منها وتدوس عليها وتشتري زي ما انت متعود من سوق او جميع او اي مواقع انت عاوزه وترجع تلاقي الكاش باك موجود في حسابك تقدر تستخدمه في موقع لاكي بعد فترة او تسحبه الحاجة التانية انه لاكي اللي كان لين مسابقة وهيختاروا عشرين فايزة هيكسابه تلفزيونات سامسونج الخمسين بوصة وده من خلال ان انت هتسجل في موقع لاكي دلوقتي وتشتري اي حاجة من خلال الموقع وطبعا لازم تكون عامل فولو الاكاونت الانستجرام بتاع لاكي ايجبت اللي هسابه لكو تحت في الديسكريبشن يلا بنا نرجع الفيديو طبعا الموبايل ده وكل موبايلات اوب وموبايلات تانية هتلاقيها في كل فرو محلات الباشا تفاصيل اكتر عن محلات الباشا وطرق الدفع والفروع هتلاقيها تحت في الديسكريبشن وطبعا برضو مواصفات الموبايل ده في شكل كامل هتلاقيها على موقع عدة دوتكم ويلا بنا نبدأ الفيديو وخلينا نبدأ اول حاجة كالمعتاد بالتصميم واللي بيجي مميز اوي في الفئة السعرية دي لانه تصميم مختلف انت عندك هنا اطار معدني والمعدن هنا معمول بشكل مسطح مش واخد دايرة لأ حي كده شبه الايفون فور اس لو الناس تفتكر والظهر هنا ظهر البلاستيكي ولكنه معمول بشكل يوحي ان هو جلد مع شكل كلمة اوبو اللي موجود في حتة فضية الموبايل كمان خفيف جدا تكلم في 163 جرام تقريبا ووزنه وسمكه وليل برضو حوالي 7.5 ميلي فمسكة الموبايل مريحة جدا للناس اللي بتتم بالمسكة التصميم مميز في الفئة السعرية دي ومسكته مريحة في الفئة السعرية دي نروح بعد كده للشاشة شاشة اموليد شاشة ستة واربعة من عشر بوصة ودقة فول اتش دي شاشة فيها مش بقى الثوق بالكاميرا او كده والحقيقة انها كشاشة اموليد متعتبرش شاشة حلوة مثلا انا لسه جاي من تجربة الميت ان تي برو اللي بشاشة اي بي اس ولقوا الشاشة الميت ان تي برو امتع بكتير من هنا برغم من دي اي بي اس ودي اموليد تجربة شاشة زي تي سي ال تين بلاس او تجربة شاشة زي الجاركسي ام سيرتي ون احسن من هنا بشكل واضح ولكن برضو الاموليد اللي هو التعبان شوية اللي موجود هنا ده هيتفوق على الاي بي اس التعبان اللي موجودة عند ريني وعند شاومي وعند انفينيكس فهي مش ممتعة قوي ولكنها يعني احسن من الخلاط الاي بي اس التعبانة كسطوع دي الميزة الوحيدة اللي في شاشة بقى سطوع هنا بيوصل لبيك برايتنس او اقصى حاجة يعني 650 نتس وده رقم كويس بنزبل في السعرية دي اغلب المنافسين هتلاقيهم اخرهم ربعمائة نتس نروح بعد كده على التجربة الصوتية وهي تجربة عادية يعني ندر نقول ان الصوت يعني متوسط الجودة بتاعته متوسطة علو متوسط نقاءه برضو متوسط ودي تجربة الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا خيما لينذر بأسا شديدا من لدن هو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحاتها لهم أجرا حسنا صوت المايك برضو هنا جيد مش مشكلة كبيرة ولكن الخيارات التانية من سامسونج وكده صوت المايك فيها احسن سمعت المكالمات هنا جيدة ما فيهاش مشكلة وفيه مستشعر تقارب شكل حقيقي لما نروح بعد كده على المكالمات فعندنا هنا تطبيق مكالمات جوجل الرسمي وده بيخليك تقدر تسجل المكالمات ولكن بيدي تنبيه الطرف الاخر ان المكالمة بيتم تسجيلها ومفيش تسجيل مكالمات تلقائي اما بالنسبة للشبكة فالموبايل بيدعم شريحتين انتصال الاتنين على فور جي والشبكة بتاعة الموبايل ممتازة جدا مواجهتش فيها مشكلة والواي فاي هنا برضو ممتاز لما نروح بعد كده على الكاميرات فحنا عندنا هنا كاميرا خلفية ربعية ستتاشر ميجابيكسل للكاميرا الاسسية كاميرا التانية بزاوية واسعة 8 ميجابيكسل والكاميرا اتنين ميجابيكسل الماكرو واتنين ميجابيكسل اللي عامل عزل اما الكاميرا الامامية فحي ستاشر ميجابيكسل الفات عزة F2.0 والموبايل بيقدر يصور فيديو لحد فل اتش دي بس طبعا تطبيق الكاميرا في شوية المميزات المعتادة زي البورتري زي نايت مود زي وضع التجميل لكن خلينا نتكلم عمليا فالكاميرا هنا تقضيط غرض مش اكتر كاميرا مش حلوة قوي الصور فيها الوانها مش حلوة قوي تفاصيل اهل من المتوسطة الوان برضو معالجتها مش كويسة زي ما قلت دايناميك رينجي متوسط مش هتعرف تاخد بها صور مبهرة مقارنة بالمنافسين اللي هم بقدم كاميرا كويسة جدا بوكو يتكلم على النوت ناين برو بيقدمك حملات كلهم مميزة السيلفي برضو السيلفي مش حلو خالص حيس ان الصورة نعمة شوية ما بقاش تفاصيل كبيرة حتى في الاضاءة الالوان بتعتبر برضو مش حلوة قوي نروح بعد كده على البطارية وهنا كان عندنا اربع تلاف ميلي امبير بطارية الموبايل تجيبا كان بقدر يديني حوالي سبع ساعات بشكل يومي والشاحن المرفق هنا تلاتين واط شاحن مميز جدا طبعا اربع تلاف بطارية صغيرة شوية تلاتين واط تديك الموبايل بسهولة جدا في ساعة واحدة بس فشاحن ممتاز جدا لما نروح بعد كده على البصمة بتاعة الموبايل والامان فعندنا هنا بصمة جوه الشاشة والحقيقة انها واحدة من البصمات السريعة والمميزة كبصمة تحت الشاشة تلفية السعرية دي اللي هي تقريبا ما فيهاش منافسين غير من سامسونج وتيسيال وفيه فيس ان لوك او فتح الموبايل ببصمة الوجه وبرضو شغالها في شكل سريع كعادة اوبو من زمان لما نروح للجي بي اس والتنقل والخرائط فالموبايل كان بيحدد مكاني بدقة والتقدر اعتمد عليه بشكل يومي ومميز جدا نيجي بقى بعد كده لاداء الموبايل ده فالموبايل اللي معايا ده بيجي بسناب داجون ستمية اتنين وستين بيجي بستة جاية رام بيجي بمية تمانية عشرين جاية ذاكرة داخلية طبعا ستة جاية رام من نوع دي ارفور اكس وذاكرة داخلية من نوع وده بيحقق تقريبا على انتروتو حقالي مية وتمانين الف نقطة وبالتالي ده اعتوار معالج جديد بالنسبة لنا فالرقم ده بيحطكم منافسة مباشرة مع الهيليو جي سفنتي وده مش وحش ولكن في الفيس ارية نحن نتكلم فيها لاربع تلاف جنيه بالتأكيد هو مش الخيار الاحسن ده بتتكلم على سبعمائة وعشرين سبعمائة وتلاتين جي الميديا فهنا الخيار مش الاحسن ولكن خلينا نعمل مقارنتين لو حطتها قدام شاومي وريلمي وان كان عندها خيار بسعر اغلى من ده وبنفس المعالج لكن بتكلم على لو انه بقى لو موجود بالسعر ده دلوقتي او اتكلمنا عن او شاومي فتلاقي انه لا الموال ده لكن لو جيت للبرندات اللي هي زي ما بيقول كده المشهورة سامسونج اه اوبو اه هواوي برا المنافس خلاص تي سي قال له الحاجات دي وفيفو اه هتلاقي انه المعالج ده لأ كويس اعتها المنافس في الفيئة السعرية دي بين المركات الكبير او اللي هي مش بالسعر بعمف زي شاومي وريلمي تعتبر طرقت يعني ريلمي هي كمان عندها نفس المعالج ده في الفيئة السعرية ده ده نظر ايه خلينا كنا مع عملية الموبايل اداؤه يعني جيد وقالك انه مش احسن حاجة واجهت مشكلة كده ان ان انت انت بتكتب لما بطيه تكتب حاجات كتيرة وانا معتدل انا لو دخلت الجروب هتليمي بكتب صفحات يعني لما بطيه تكتب كتير بتلاقي انه ببتدى يعلق بمعنى انه انت وانت بتكتب بسرعة بتحس انه الحرف لسه ما تكتبش او بيتأخر شوية او الكلام بيتدخل وده يعتبر عيب موزق اجل الناس اللي بتكتب كتير زي حالاتي هنا هو على اندرويد تن وطبعا مش تعمق في اول ان احنا تكلمنا عنه قبل كده عند هو نفس التقريبا بالمميزات تكلمنا عنه حتى فرينو فور قبل كده تقدر تشوف الحاجات دي اللي انت عاوست تاخد نظرة سريعة على الموبايل هنا فيه كل تقريبا المستشعات التي انت محتاجها اضاءة تصارع تقارب بصلا ولكن ما فيهوش طبعا الموبايل ما فيهوش راديو ما فيهوش سي لكن فيه في منفذ منفصل للميموري فيه مايك عزل للأوضاء فيه منفذ تايب سي شحن سريع وفيه شحن سريع وبيجي معاه في العلبة ملزوعة جهزة على الموبايل نوصل بقى لخلاصة موقفه ايه الموبايل ده زي ما قلتلكم في الاول بتسمع كده الكلام مش عاش هقامل الاطار معباني شحن سريع يعني بتفاجأ ايه ده يا اوبو عملت كده ده مش معتاد فالحقيقة انه وفع لها مش معتاد انت بتشوف انه اوبو بتقدم حاجة ازيت شوية من اللي هيك بتعمله ولكن برضو هو لسه مش كفاية اوي انها يعني تنافس لما يبيجي ارشح موبايلوات في الفيسة عادت لي عادتهم بقسم الدنيا اتنين بقول للناس اللي عاوزة اعلى اداء هتروح لشاومي غالبا او ريلمي سيكس او سيفن مسلا والناس اللي مش عاوزة ده عاوزة تستمتة اكتر بموايزات تانية زي الشاشة المباهرة او انها مثلا بتصور في عاوزة سيلفي وكاميرا كويسة برغم ان البوكو والشاومي كويسين ولكن كنت برضو بديلهم خيار الام سيتي وون كموبايل في امول كويسة وكاميرا كويسة بالزات السيلفي الوضع حينا مش زي الام سيتي وون لانه الامول ده هنا مش كويسة والكاميرا هنا مش كويسة فما فيش سوى كبير قوي خليك تشتري ايه تلاتة وسبعين غير لو انت مش حابب ان انت تشتري اا موبايلات شاومي عندك مشكلة معهم مسلا وبرضو موبايلات سامسونج انت بتحبهاش فالخيار ده هيكون خيار اللي هو تقدر تقول عليه ان هو موبايل مش وحش هيقضي غرضك وهيمشي معك صوى مش احسن حاجة فهو مش حلو بس مش كارثي اللي هو ايش تقدر تستخدمه كويس ولكن مش احسن خيار موجود في الساعة دي صحيح اوبه تحسنت يعني الجيل اللي فات لو كنا بصين عليه كان السيء اكتر من كده ولكن لسه قدامهم حبة حلوين فبس ده كان تلاتة وسبعين من اوبو كمعاكم احمد متحد جدو من ريفيالوجي ولعوز تباني على توشيال ميديا تويتر الاسسجران فيسبوك تلها جديد اعطي في الدسكريبشن جنب الايميل بتاعي سلام